شهدت وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني كادي إليزابيث بمنتج عدوكي السياحي افتتاع عمال ورشة تقييم ودراسة التقرير حول توفير الفرص والحاجيات الاقتصادية للفتاة والأنسات بأقاليم البحيرة حجر لميس كانم والسلامات أدم أبوكر إدرس تفتقر مدن أقاليم البلاد الأربع كانم البحيرة حجر لميس والسلامات إلى أوامل أساسية كتأمين الغذاء والأمن والصحة والتعليم والترشيد الإداري وهذه كهجر عثر في طريق النمو السكاني المنتظم وهو ما حفز شركاء البلاد كالبنك العالمي والمنظمة العالمية الداعمة لمشروع استغلالية المرأة في تنامي الإحصاء السكاني وتأثيراتها الاقتصادية كان هذا هو المحور الرئيسي في دعوة ستة رؤساء الدول في الساحل كالنيجر ومريتانيا وساهل العاج وبركينة فاسو ومالي بالإضافة إلى البلاد بالسعي لأجل تأمين الغذاء في الساحل واستغلالية المرأة في الإحصاء الديمغرافي وفي مستهل اللقاء جاءت كلمة المنسق يوسف أواري والذي أشار إلى أن الدورة تستجيب لدعوات استغلالية المرأة في شريط الساحلي تهديدا في الأقاليم الأربع للبلاد والعمل على فتح فرص ودعم مشروعاتها الهيوية كالصحة والتعليم وتنظيم الأسرة وبعده قدم حاكم إقليم حجر لميز أليو أبد الله آدم كلمة رحب فيها بالمشاركين والقادمين من الأقاليم كانم والبحيرة حجر لميز والسلامات آملا أن هذه الورشة تدرس آفاق مستقبلية لأجل التركيز والاحتمام بالمرأة والنهوض بها في أرقى المستويات وأن فتح الفرص أمام المرأة له دليل على محاربة الفقر وتنظيم النثل وكسر المعاوقات أبرى تعليم البنت وترقية المرأة وحماية الطفل مما يساعد في الإحصاء والنموى السكاني وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضمن الوطني كادي إليزابيت والتي تناولت في كلمتها التحديات الماسلة أمام المرأة في تنامي الإحصاء السكاني وإن دعم مشروعات المرأة الحادفة إلى استغلاليتها في الاقتصاد وتمويل برامجها التنموية وافقت لها مجموعة رؤساء الدول الستة في الساهل وترمي إلى تطوير المرأة وتوفير الفرص أمام البنت في حقها التربوي والصحي وأن تسيار الأقاليم الأربع نتيجة لمواقعها المتاخمة مع الهدود لدى دول الجوار ودعم قطاعاتها الهيوية وفتح الفرص واستغلاليتها وللتزكير فإن الدورة تستمر ثلاثة أيام للتوالي بمنتجة الدوغية السياحي ترجمة نانسي قنقر